بسم الله الرحمن الرحيم سيداتي سادتي أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد دائما وأبدا بإذن الله اليوم بدي أحكي عن موضوع واحد بس حقيقة يعني موضوع أثار جدل كبير جدا وهي التصريحات الصادمة اللي صدرت عن سامح شكري وزير خارجية مصر في المؤتمر الأمني في ميونيخ بألمانيا يعني كانت تصريحات صادمة بكل معنى الكلمة قبل ما أعلق عليها بدأ أقول لكم إيش قال بالظبط قال إنه حماس خارج الإجماع الفلسطيني والعربي كمان قال حاجة مهمة أخرى إنه إحنا يجب أن نحاسب من دعموا ومن مولوا حركة حماس يا أخي معقول هذا الكلام والأخطر من هيك لما سئل من قبل سيبي ليفني وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة عن إيش الموقف يعني لو صار في تهجير من قطاع غزة أو من رفع على وجه التحديد قال لهم الله إحنا يعني ما عندناش نية لتقديم مناطق آمنة للنازحين لكن إذا فرضوا إذا فرض علينا هذا النزوح يعني إحنا سنتعامل مع الوضع وسنقدم الدعم الإنساني إيش يعني هذا الكلام؟ يعني إنه إحنا ماشيين في مشروع اللاجئين وتهجير قطاع غزة أو أبناء القطاع يعني غريب يعني طب ليش هالتوقيت بعد 535 يوما من هذا الصمود الإسطوري لحركة حماس والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والمقاومة المتأجدة أيضا متأججة في الضفة الغربية والمقاومة المتأججة أيضا في جروب لبنان ويعني وصلت الصواريخ لصفد اللي هو 25 كيلوم الحدود وكمان في الوقت اللي أشقائنا في اليمن هؤلاء اليوم يعني بضربوا سفينة ناقلة كانت تحمل نفط للاحتلال الإسرائيلي طيب ليش لزومه؟ ليش لزومها هاي التصريحات؟ يعني هاي تسبب لبن عندها سحر على وزراء الخارجي العرب حقيقة يعني لما بيشوفوها على طول بنخوا قدامها ويش ليش هاي؟ طب هاي مش بس هاي كمان احنا بنعرف كمان اللي هو أبو الغيت لما عمل مؤتمر صحفي معاها في شرم الشيخ وأعلنت انها ستدمر قطاع غزة وستغزل القطاع في ذلك الوقت وأبو الغيت كان يضحك يعني محقولة هاي وزراء خارجية مصر مصر الدولة العظمى مصر التاريخ مصر الثمان تلاف سنة حضارة محقولة يعني على طول لما يشوفوا تسبب لبني بتسيل ريالتهم يعني ويعني بيخرجوا عن النص طب لا في مصر كان فيها مصر كان فيها وزراء خارجية كان فيها فعلا يعني ملوه دولهم زي ما بقول المصريين عشقانا بمعنى هاي اسماعيل فهمي اسماعيل فهمي يعني لما السادات قرر يروح على القدس المحتلة ويخاطب الكنيسة في نوفمبر 1977 اسماعيل فهمي رفضي رافقه واستقال قبل يوم من الزيارة قال له حل عني هذه خيانة ما ممكن أروح معك راح أعينه محمد رياض بدله محمد رياض لما عرف أنه دروح مع السادات على القدس قال له لا بعد ثلاث ساعات استقال ولا قبل الموضوع يعني استدعى حسن مبارك كان في ذلك الوقت نائب الرئيس وعرض عليه قال له لا يا عمي أنا ما بروح في هذا ما بسجل على نفسي أني أخون شعبي وأخون أمتي وأخون قضيتي وأخون عقيدتي نفس الشيء صارت مع محمد إبراهيم كامل وزير الخارجية جابوه كان سفير جابوه حطوه قبل كام ديفيد يعني بس بضعة شهور لما رح الرئيس السادات على كام ديفيد قبل يوم استقال استقال كليا قال له لا لا يمكن وسحب حاله وروح لم عفشه ورجع فورا من واشنطن لأنه قال ما بدي أنا أدخل التاريخ بإني رجل وقعت على اتفاقيات خيانية زي هذه اتفاقيات كان ديفيد هالي وزراء الخارجية المصري كمان بننساش محمد الجمصي اللي هو وزير الدفاع وكمان اللي هو اللواء الشاذلي اللي كمان استقالوا ما قبلوا هذه السياسة ففيه كان رجال بكل معنى الكلمة في مصر ما بيقبلوا أنهم يهينوا نفسهم وهينوا بلدهم وثبت بالدليل القاطع أنه هم هؤلاء كانوا يملكون رؤية واضحة جدا وصريحة جدا ومثمرة جدا يعني تحققت كل بخاوفهم شوفوا ايش بصير في مصر الآن 153-155 مليار دولار ديون والبلد حقيقة على حافة الانهيار ويجنيه صار في السوق السودة دولار 60 جنيه و70 جنيه ويعني أزمات متفاقم هم بيجوعوا مصر بيجوعوا مصر وبيجوعوا الأردن وبيجوعوا لبنان حتى يركعوا حتى يظلهم أدوات في إيد أمريكا هذه هي الخطة يعني حدش يقول لي والله يا أخي فيش حلول أخرى لا في حلول أخرى يعني هذه مسألة محسومة بس هم يكون فيه يعني رجال بكل معنى الكلمة يا أخي ليش الآن على حماس كيف حماس خارجه عن الإجماع الفلسطيني كل الشعب الفلسطيني الآن مع حماس كل الأمة العربية مع حماس كل الأمة الإسلامية مع حماس لأنه حماس صامدة حماس نقلت الحرب والدمار إلى قلب العدو الصهيومني يعني عملت عمل غير مصبوخ في 75 سنة يعني هذا هو واضح والإسرائيلين بقولوا هذا الكلام عمرهم ما شافوا أزمة ولا عمرهم يعني هجموا بالطريقة اللي هجمتهم فيها حماس لأنه في رجال في عقول عقول جبارة هزمت العقول الإسرائيلية فهاي في الوقت اللي إحنا يا سيدي ما تحكيش بدناش تمدحوا حماس ما تمدحوها يا أخي زكته يعني وفروا الكلام يعني ما في داعي إنه إنه الوحد يحكي ويهين ويقلل من انتصارات يعني فصيل فلسطيني أو فصائل فلسطينية أو المقاومة الفلسطينية ومن مين من مصر ومن وزير خارجية مصر يعني هذا أمر غير مقبول يا أخي وين الدبلوماسية يا أخي وين السياسية وين طب أنت وزير خارجية الوزير الخارجية لازم يرصد كل كلمة ويحكي كل كلمة إلا والله إذا كان فعلا يعني طلب منه يقول هذا الكلام ومين اللي طلبوا يعني بدنا نعرف مين يعني الآن فيه تسريبات كثيرة التسريبات بتقول إنه فيه خلاف مصري مع حركة حماس لأنه حماس رفضت أن تردخ لضغوط مصرية لقبول اتفاق باريس الاستخباراتي يعني إنه كان فيه ضغوط من مصر لما راح اللي هو الخليل الحي من أسواق حماس لما دراحل القاهرة مورس عليه ضغوط هيك فيه كلام وهو رفض هذه الضغوط وأنه لا أصر على الانسحاب الإسرائيلي الكامل ووقف كامل لإطلاق النار وبعد هيك ممكن نحكي في تبادل الأسرة لكن إنه هذه القيادة الحمسوية قيادة ذكية قيادة واعية قيادة مش مستعدة تنخدع زي قيادة فدح زي رئيس منظمة التحرير زي منظمة التحرير لا فيه وعي وعي كبير ووعي ذكي ويعرفوا فهمين العقلية الإسرائيلية وخاصة اللي هو يحيى السنوار رئيس حماس في قطاع غزة يعني هذا الرجل 23 سنة هو يقرأ ويدرس اللي هو الشخصية الصهيونية ويدرس اللي هي التاريخ الصهيوني وكله وفعرف هذه العقلية واستطاع أنه فعلا فعلا يهزمهم من خلال هذا الوعي فيعني مسألة محيرة أنه الآن طب ما هي هذا الكلام لما بيحكيه اللي هو رئيس وزير خارجية مصر هذا بيأكد الاتهامات الأمريكية والاتهامات الإسرائيلية اللي مصر بناها هي اللي منعت المساعدات هذه المسألة أنا عشت في مصر أنا بدأ أقولكم يعني من تجربة شخصية أولا أنا أدين الكثير من نجاحي لمصر لأنه هي اللي علمتني أنا لاجئ فلسطيني علموني بلاش حقيقة وكانوا والله يحطون على روسو من فوق وأنا لن أنسى الجميل المصري والفضل المصري علي وعلى الملايين من الطلاب العرب والأفارقة والآسيويين يعني مصر كان لها دور يعني أنا أحكي لكم على مصر مصر لما كنت أنا فيها وصلت في آخر سنة من حكم الرئيس جمال عبد الناصر والله كانت الجمعيات طافحة طافحة بالسماء طافحة باللحمة طافحة بالكل شيء والله الأسواق والله أنا كنت ساكن في سوق زنانيري في الإسكندرية بيعرفوا الأهل الإسكندرية وأهل القاهرة يعني كنت عامل لجوء إنساني عند ابن خالتي كانت بدرس هناك وراء كنت أدرس جامعة القاهرة يعني كان لما يكون اللحم البتلو اللحم البتلو تسعروا الدولة بـ 75 جرش للكيلو ويبيعوا الجزارين بـ 45 جرش من الوفرة كان فيه وفرة مصر كانت تزرع وتأكل مما تزرع كانت تعتمد اعتماد كله على الإنتاج المحلي ما فيه شيء مستورد على الإطلاق فرشاة السنان مصرية السنة المعجون السنان مصري الإبرة مصرية الأحذية مصرية كل العالم يلبسوا بما فيهم جمال عبد الناصر رحمة الله عليه يلبسوا نفس الصوف المصري ونفس القميس اللي هو الغزل المصري اللي هو القدن المصري ولا يستوردوا شيء ولا تفاح من برة ولا حاجة تأكلوا من الفاكهة الموجودة وعشان هيك مصر ما كان عندها ديون عشان هيك مصر كان عندها هيبة كان عندها شخصية كان عندها قوة حتى في حرب حرب السبعة وستين الآن هزمت مصر في السبعة وستين لكن في ثلاث سنوات امتصوا هذه الهزيمة جابوا أسلحة وكانت حرب الاستنزاف في مدن القناة والله يعني كل المهجرين من مدن القناة وأنا كنت في هذه السنة والله كلهم يعني ودوهم المدارس وسكنوهم وعطوهم مساعدات وما في واحد منهم محتاج وأنا عشت معاهم أبناء القناة في الإسكندرية كنت بدرسة الثانوية العامة في مدرسة العروة الوثقة والكل بيعرفها في جنب الشلالات فكان في مصر كان في هيبة كان في سد عالي كان في كهربا كان في صناعات سيارات مصنوعة في مصر كل شيء فلذلك لما صارت هزيمة 67 وراح الرئيس عبد الناصر على القاهرة على الخرطوم وعرض عليه اللي هو الملك فيصل أنه إحنا مستعدين نساعد وشكرا إله يعني حقيقة يعني نسي كل خلافات مع مصر وقال إحنا جاهزين لمصر الرئيس عبد الناصر قال لا ما بدي إلا وكان رئيس وزراء السودان هو أنه أنا بدي بس 250 مليون دولار بس حتى لأنه من الخارج قطع غيار من الخارج لبعض المصانع هذا هي هذه هي مصر اللي إحنا بنعرفها يعني إحنا حقيقة ما كنت أتمنى فعلا أنه يسقط اللي هو السامح شكري هذه السقطة الخطيرة جدا وفي هذا التوقيت الخطير جدا مصر عظيمة إحنا إحنا خرب بيتنا لما راحت القيادة المصرية لما راحت الريادة المصرية للأمة العربية والأمة الإسلامية كان اسم مصر بهز الدنيا اسم رئيس مصر بهز الدنيا هذا اللي إحنا هاي حرقتنا على مصر يعني شيء غير عادي والله شيء غير عادي يعني أنا بس بدي أقول لكم هاي بس إن شاء الله مصر حتعود وإن شاء الله يعني هنسمع يعني مصر أخبار كويسة وستقود المنطقة وشكرا لبائع البرتقال المصري اللي بيمثل كل المصريين كل الأمة اللي راح فرغ كل عربايته على الشاحنات اللي رايح على إخطاعها هذه هي مصر الأصيلة اللي احنا بنعرفها وإلى اللقاء يوم الأربعاء القادم بإذن الله